تاعز التي دفعت ثمن الحرية من عافيتها لم تجد من يضمت جراحها النازفة المدينة التي قاومت الاجتياح وعانت من الحصار لأكثر من أربع سنوات لا شك أنها ستكون بحاجة لرفع مستوى الاستجابة الصحية لأبنائها الجرح والمرضع مستشفى الثورة بتاعز القلعة التي صمدت أثناء قصف ميليشيا الحوثي وصمدت أيضا وهي تداوي جرح الحرب ومرضى المدينة من كل مكان تتعرض هذه المؤسسة اليوم لتجريف منهجي واختلالات إدارية تكاد تعصف بهذا الصرح الطبي الأهم في المدينة نقابات أطباء وإداري المستشفى أصدروا بيانا يوضح أوجه الاختلالات التي تمارس في المستشفى متهمين رئيس الهيئة أحمد أنعم بفصل وإقصاء عشرات الكوادر الطبية التي يحتاجها المشفى وتزعم لوبيات فساد مالي وإداري هناك مصادر نقابية قالت لبلقيس إن قيادة المستشفى تجبر جرح الحرب العسكريين والمدنيين على دفع رسوم العمليات الطبية وفي نفس الوقت تدرج أسماءهم في كشوفات إخلاء العهدة التي قدمتها الحكومة بمبلغ 360 ألف دولار والتي يفترض أن يعالج الجرحى لحسابها وحساب العديد من الجهات التي تقدم دعما للمستشفى مثل مركز الملك سلمان ومنظمة أطباء بلا حدود وغيرها نحن خرجنا اليوم بمسيرة من الجرحى إلى أمام التورة وعملنا وقفة احتكاكية آخر التورة وقامت دكتور أحمد نعام بإخراج جميع الموظفين ضدنا رئيس هيئة المستشفى الدكتور أحمد أنعم هاجم في مؤتمر صحفي قناة بالقيس على خلفية ما قال إنها تغطية متحيزة للاحتجاجات التي نظمها جرحى وموظفو المستشفى تنديدا بالاختلالات الحاصلة فيه بالرغم من أن القناة غطت الفعالية وأتاحت لقيادة المستشفى الفرصة لتوضيح موقفها مما يحصل الدكتور أنعم نفافي ذات المؤتمر الصحفي أن يكون للمستشفى موازنة حكومية أو أنه مارس أي نوع من الإقصاء بحق أحد كوادر المستشفى أحمد أنعم طرد 19 واحد من الكوادر جيبوا لي واحد أنا مستعد أعطيكم الأرقام حق كل الأطباء الذين غادروا الهيئة واتصلوا بهم أنتم كصحفيين وقولوا لماذا خرك من الهيئة إنها واحدة من جوانب المعاناة التي تشهدها تعز المدينة التي ترزح تحت حصار الحوثيين عسكريا وتقاعس الشرعية والتحالف عن التحرير والدفع باتجاه تغيير هذا الوضع المزري ناهيك عن سقوط الأحزاب والقيادات السياسية والعسكرية في مربع الانقسامات والصراعات الداخلية الضيقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر